ديالا المحافظة التي عانت من عنف وتطرف تنظيم داعش أبدت الأوساط الشعبية والأمنية فيها تفاؤلا بمقتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم القرشي في شمالي سوريا على يد الجيش الأمريكي إنجاز الأمنيا كبيرا تحققه قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المخابرات العراقية في تصفية رموج عصابات داعش خاصة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي الذي يعاد من الخطرين على الأمن والسلام العالمي بالتالي أصبح لزاما على كل التحالف الدولي وكل الدول المعنية في محاربة الإرهاب أن تشتث هذا الوباء الذي يخين في المنطقة بعد هذه العملية سيكون تنظيم داعش عيد أوراقه واحتمال يبدأ بشن حملات كبرى للانتقام على مقتل زعيم أبو إبراهيم القرش استهداف قيادات الجماعات المتطرفة بعمليات كهذه يقول مختصون أمنيون ينبغي أن يتزامن أيضا مع أنشطة محملات لمحاربة الفكر الذي تقوم عليه هذه الجماعات السلطات الأمنية فيديالا قالت إنها تواصل خطط نشر قطعاتها فيما يسمى بالمناطق الرخوة كحاول إعظيم وأطراف المقدادية وبساتين حوض الوقف الشرقي بعقوبة في عمليات أسفرت عن قتل عدد من مسلح التنظيم حيث تم وضع الخطط الأمنية بما يتلاء مع طبيعة الأرض وظروف الجوية تم القيام بعمليات نوعية باقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة في قواطع المقدادية وجنوب بهرز وكذلك قواطع العبارة وحوض الوقف هذه أسفرت عن تدمير عدد من المضافات لداعش وتشهد محافظة ديالا بين آوينة وأخرى هجمات مسلحة يشنها عناصر داعش على مواقع القوات الأمنية ومنازل السكان المدنيين وبسبب طبيعتها الجغرافية المعقدة والموزعة بين البساتين الشاسعة والسلاسل الجبلية ذات الوديان والكهوف فإن محافظة ديالا تأثرت بنشاط خلايا داعش على الأخص في المناطق الحدودية مع محافظتي صلاح الدين وكاركوك أحمد الرسام الحرة ديالا